طيب الكرة الطائرة بيستعد الرجال أو رجال الكرة الطائرة جاهزين لمواجهة سبورتينج عندنا ماتش أيضاً قوي في المجموعة مع سبورتينج ده بالنسبة للرجال كابتل محمد مصالح حميد والرجال بيستعدوا لهذه المباراة طيب هيبدأ مشواره في الدول الترتيب الممتاز في الكرة الطائرة بمباراة سبورتينج الماتش هيكون مع نادي سبورتينج الساعة 6 على صالة رقم 4 باستاذ القاهرة الدولي الصالة ديئة شوي صالة 4 أديئة كمان من صالة 3 وأديئة من 2 وطبعاً واحد هي الصالة الكبرى صالة 4 الطائرة ما بيحبوش يلعبوا فيها أنا بقول لكم على تاريخ لما كنا بنقعد مع المنتخبات ونلعب في الساعة القاهرة الكرة الطائرة ما بيحبوش يلعبوا في صالة 4 عشان الصور قريب من الملعب أو ده من الخط طيب ده لإيه السبب أن نلعبوا في صالة 4؟ أمعرفش لجنة المسابقات اخترته ليه ممكن يكون الملعب التانية مشغولة ما فيش أماكن مش عارف ولكن صالة 4 أنا الحقيقة وأنا بقرأ الخبر صالة 4 الباسكت ما بيحب بيش يلعب فيها ما بالك الطائرة مش عشان حاجة صالة 4 صالة تدريب صالة تدريب صالة هي حلوة جداً وهيش مشكلة ولكن صالة تدريب بيبقى المباريات فيها صعبة شوي في رئيتنا طبعاً صعدت للدور ده بعد ما تصدرها المجموعة بعد فوزنا في كل الماتشوات اللي فاتت واللي كان أخيرا طبعاً على حساب نادي زمالك في صالتنا أو صالة تدريب عبدالله الفيصل 3 واحد وزيما أكدت لحضراتكم الماتش هيكون مع نادي سبورتجي ساعة 6 بالليل على صالة طبعاً لأستاذ القاهرة في الدور الترتيبي أول مباراة في الدور الترتيبي للنادي الأحلي طيب الفرقة ماشية بشكل جيد أيوة ماشية بشكل جيد بسكوات كويس ما عندناش إصابات بفضل الله إكسبت قطب فقط اللي هيعمل إن شاء الله أو عمل عملية الغدروف وإن شاء الله شهر شهر ونصف ويكون موجود إكسبت كده أو بدون ده كل فرقتنا الحمد لله كاملة محتاجين ماتشاط محتاجين هارموني طبعاً عزب لويجي كل المحترف الليبرو كل اللعيبة دخلت في المود الماتشاط بس طبعاً إذا ما عارفين حضراتكم في الطائرة الجد لسه مجاش الجد محترمنا طبعاً لكل الفرقة وبيكون في الآخر وأكيد هيكون يعني أهل زمالك في دوري العام وهيبقى بيستوف تري يعني هتلعب تلات مباراة الإكساب 2 فوز وأيضاً الكأس نفس الكلام مش عارف السوبر المصري طبعاً قرب هيتلعب الأسبوع القادم يعني عندنا لسه في مباراة مع الكرة الطائرة وهتبقى غلابها من منافسة التقليدية طبعاً مع ندي زمالك